صح 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 اه ما ردنا اه قابلتها وحكيت لها لستنا انا وانتا احنا دائما بقولوا لنا انته شاربين من مية النيل بيحسونا انه هيك يعني فينا خفة دم المصريين وهد الاشي بيشرفنا اليوم رح يكون قلنا انتربيو مع شخصية مصرية يعني احدث فرق فيه مجاله وبشكل كبير خلينا ننتقل هلأ لفقرة معرض الصحة والجمال يعني صلنا تقريبا أكتر من أسبوع من بداية شهر أبريل عم نحكي عن افتتاح معرض الصحة والجمال هذا المعرض ليعتبر الأول من نوعه في الأردن وذكرنا بأنه من تنظيم مجموعة شركات الشركة المصرية Fingerprint International وPulse Media في الأردن وThe Gate بارح كان الافتتاح واللي حقق نجاح كتير كبير لنحكي أكتر عنها المعرض وعن فعاليات المعرض بيسعدنا يكون معانا اليوم السيد أحمد أبو علي وضيفنا من مصر هو رئيس مجلس إدارة شركة Fingerprint International وأيضا رئيس مجلس إدارة مهرجان القنوات الفضائية العربية أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد أهلا بكم أنا متشرف جدا صباح الفل أنا متشرف طبعا أنا معاكم الله يخليك دي حاجة بصراحة أنا بحس أن أنتو أهل الكرم والضيافة الله يخليك وشرف لي أن أنا أكون معاكم في القناة أنا الأول مرة أبقى معاكم في القناة يعني وأول مرة أن احنا نعمل حدث في الأردن تصليح بس أنا مش أبو علي و أحمد علي وأكيد مشرفنا بحضورك يعني ما شاء الله مبارح رهف كانت عم بتابع إنستجرام جويل وإحنا قلنا فترة عم نحكي عن معرض الصحة والجمال فيدباك كان إيجابي جدا حسينا نسبة التفاعل مع الناس إنه أوف شو هالحدث اللي رح يجمع كل خبراء الصحة والجمال بالعالم يحطوهم في معرض عمان الدولي هالمساحة الكبيرة لمدة ثلاثة أيام إنت راضي عن الحضور كل الرضا كل الرضا الحمد لله ماشاء الله كيف كان الافتتاح عطينا أجواء والله بص إحنا خلينا نقول إن ديل كانت البداية مبارح نعم هو إحنا بنعتبره ده أسبوع الموضة والجمال نعم في عدة فعاليات الفعاليات دي بدأت مبارح بافتتاح المعرض طبعا افتتاح المعرض أجويل خبرية التجميل العالمية المعروفة يعني كان طبعا وجودها كان مهم جدا إحنا طبعا بقلنا تقريبا أكتر من 6-8 شهور بنجهز الحدث ده إحنا فيه الشركة الأردنية الشريكة الرئيسي والمجهود الكبيرة اللي هم عاملينه بصراحة يعني تحيط وتقدير بالضبط يعني مستر مرقة صباح الخير هلا كان عم بحكي عننا مستر شعبان مرقة كان عم بحكي عنك شخصية جميلة كريمة طموحة طموحة تحمل على عطقه يعني حدث كبير جدا فيه مشاركات من الدول العربية كلها مظبوط لا يعني أنا فخور جدا بأن إحنا عندنا في دولة عربية حدث زي ده بيتعامل ويفتتح مبارح إحنا بنتكلم تقريبا في الافتتاح بس في لحظة الافتتاح الشريط دخول جويل كان حوالي من 6-7000 شخص عدد مهول عدد ضخم عندك المشاركات كلها اللي موجودة من كل الدول إحنا طبعا هو المعرض صحة بدأ مبارح نعم عندنا عدة فعليات هيستمر لغاية بعد بكرة نعم إن شاء الله وعندنا يوم الخميس مؤتمر صحفي لمصممين الأزياء اللي جايين من الدول العربية نعم وبعد كده الفاشن شو يوم الجمعة الختام اللي هو عشرين إبريل إن شاء الله نعم الجمعة الفاشن شو بإذن الله والفاشن شو أيضا أستاذ أحمد رح يكون موجود بنفس الموقع بمعرض عمان لا لا هو هيبقى في فندق فيرمونت إن شاء الله والمؤتمر الصحفي هيكون في شرعتن في شرعتن عمان إحنا عاملين تشكيلة كده لفين على كل عمان لا وفيرمنت هلأ هابننج كتير طبعا طبعا اخترتوا طب بدي أسألك سؤال هلأ الناس اللي مراحت يعني غير الست سبع تلاف اللي كانهم بارح موجودين واللي اليوم أكيد عم بيسمعونا هلأ وحبين إنهم يزوروا معرض الصحة والجمال شو بيتوقعوا يشوفوا مش بس كامرأة ولكن كأسرة أردنية بشكل عامل والله يبصي هو معرض مختلف بشكل جديد بصي هو معرض الصحة والجمال موجود في كل الدول تقريبا ومن تحت نفس المسام معرض الصحة والجمال يقام في مصر ويقام في الإمارات ويقام في كل الدول في سعودية وعلى فكرة بتعمل برة يبتعمل في إيطاليا ويتعمل في اليابان هو حدث عالمي حدث عالمي عشان كده بقولك أنا فخور إن هو بيتعمل في بلد عربي بتلاقي فيه كل الكماليات اللي انت ممكن تحتاجيها كامرأة أو أسرة بشكل عام يعني مش حرط بس امرأة لأنه هو واحد اللي بنتكلم عن الصحة والجمال فالصحة مكملة للجمال صحة والصحة هتلاقي أمور خاصة بالطب والصحة وهكذا فهو معرض فيه شركات من كل الدول فيه كل ما يهتم مثلا بالسيدات البشرة والشعر انتوا لازم تروحوا لازم نروحوا أنا قابدوا بتموتوا إيش أزلك أستاذ أحمد إنه ناقصنا شوية حلاوة لا 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 نتبطلنا أنتوا مش بحاجة تروحوا أنتوا مش بحاجة تروحوا بس يازم تروحوا نشوف شو فيه لا أكيد عم ضمزع صحة أهزر معك لا طبعا 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 أستاذ أحمد أندي أسألك سؤال اتفضلني هلأ إحنا دائما منقول أهم الديزاينرز بالعالم العربي منذكر إلي صعب ومنذكر هاني البحيري عشان كن إحنا بصورة أنا من الأشخاص اللي نفسي أقابله لأنه هو شخص الأد كرييتف يعني دائما بيفكر خارج الصندوق قديش وجود هاني البحيري إضافة نوعية بالفاشن شو اللي رح يكون يوم الجمعة المفاجأة المفاجأة هو المفاجأة أن هاني البحيري هو المين فاشن شو الرئيسي اللي هيكون إن شاء الله موجود معنا في المؤتمر الصحفي يوم الخميس وموجود في الفاشن شو إن شاء الله فيرمونت بإذن الله هو هيكون العارض الأول في الفاشن شو ووصل على الفكرة هو موجود في الأردن طبعا هاني صديقة عزيز واخوية وحبيبي وأنا بفتخر به كمصري وعربي إن هو يعني بيخلينا قدام العالم كله شكلنا مشرف طبعا بيعكس صورة حلوة بيعكس صورة حلوة بحط بصمة في عالم الموضة يعني بيعرض في باريس وبيعرض في إيطاليا وبيعرض في أمريكا طبعا حد يعني شخصات عالمي جدا نعم أنا عايز أقولك كمان حاجة المصممين الأزياء اللي جايين من الدول العربية المشاركة لا يقل عن هاني بحيري على نفس المستوى حلو كتير وكلهم بيعرضوا في أماكن عالمية وكلهم فعلا مشاهير كغم دي لك غام يعني فطبعا مصممين احنا عندنا مصمم أزياء من الجزاء الكريمة من أشهر مصممين الأزياء العربيين نعم فكرة حد قوي جدا 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 وأعماله مميزة جدا وحد ليه اسم كبير نعم فيه عندنا مصممة الأزياء الكوتية أديبة المحبوب طبعا عندنا مصممة الأزياء الإماراتية شيخة غيسي عندنا من من الأردن آآ آآ في الأستاذة سارة الهايجة 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 دي مع أبو مش زي عليها آآ يا أبو أنت لو ما قلت يا أبو عليها وصفا هو من دا وعندنا مصممتين أزياء أخرتين عندنا إيمي بلبا إيمي بلبا هي مصممة أزياء بس كاجول آآ عاملة شغل مختلف بشكل كاجول جينس وعليه شغل رائع يعني حلو برضو هات كمان الناس كتير عم بتحب وليكل ومطلوب طبعا فيه مصممة أزياء أخرى برضو اسمها غادة حشيش مصرية هي برضو بتقدم سوريهات وكاجول وكده لا عندنا تشكيلها طب بدي أسألك سؤال الناس اللي عم تسمعنا ولي حابين يحضروا الفاشن شو هناك مثلا تيكت أو كيف بقدروا يحجزوا فيه ممكن يخشوا على البيجر الرسمية صراحة أنا كتير مبسوطة بالمعلومات اللي قدميننا إياها استاذ أحمد عليها عن معرض الصحة والجمال مش بس لأنه المعرض موجود وقائم وعن بيستضيف وبيستقطب أهم مصممي الأزياء وأهم العاملين في مجال صحة البشرة والشعر والجمال لأنه كمان زي ما احنا منبسط لما الأردن تستقطب مؤتمرات وفعاليات عالمية كمان هذا المعرض يعتبر جزء من الحركة السياحية الثقافية بعمان كثير صحيح يعني لما يكون فيه سياح من كل الدول العربية يعرفوا أنه فيه معرض للصحة والجمال فهو ليس فقط للأردنيين لكل زوار البلد ويعني هالإقبال كتير كبير وهالقاعدة الجماهرية اللي أخدها هالمعرض لسه من أول يوم دليل أنه إن شاء الله وهو مؤشر إيجابي أنه هذا المعرض سيتم عقده بإذن الله كل سنة بعمان لأنه هذا الإشيء إحنا بيشرفنا بدنا نشكرك ربنا يخليك مستر أحمد وإحنا رح نيجي على المعرض أكيد أكيد هستنائك هستنانا والفاشن شو والفاشن شو بسطنا فيك كتير شرفنا بوزيك بالأردن أهلا تشرفت بيكو بجد والله الله يخليك وحنستنىكو في مصر جايين جايين على القاهرة طبعا أم الدنيا أم الدنيا طبعا شكرا لحضورك معنا بسي جدا لكو أهلا وسهلا شكرا